موسيقى شيء تاني الميلاد العضراوي جعل اتحاد اللهوت اتحاد كامل بين اللهوت وبين الناسوت في شخص واحد اللي هو يسوع المسيح اللي كان فيه التوازن في الصفات الالهية هاي الطريقة والكيفية اللي الله أرسل الله بها ابنه إلى هذا العالم كما يقول في إنجيل يحن إصحاح 3 آية 16 لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ابنه الوحيد وإحنا طبعا اقتبسنا غلطي أربعة ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة لو إنه الله خلق المسيح كما يدعي البعض وأرسله إلى العالم كشخص كامل عندها لا نستطيع أن نرى إنسانية يسوع ولا تعاطفه مع البشرية ولا حتى ممكن يكون من نسل آدم ولم يأتي بنفس الوقت من أب وأم عندها كيف نفسر الطبيعة الإلهية ليسوع المسيح إذ أنه جاء طبعا من طبيعة آدم مقصود معدى الخطي يعني أجى كإنسان من آدم بدون ما طبعا الطبيعة الخطاءة الموروثة من آدم لأنه ولد وحبل به من الروح القدس شيء ثالث الميلاد العذراوي تظهر طبيعة المسيح الإنسانية بدون الخطي الموروثة الوقت لما بشر القديسة مريم العذراء قال الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك فلذلك لاحظ الكلاء القدوس يعني بلا خطيئة منفصل كاملا القدوس المولود منك يدعى ابن الله حبل به بالروح القدس وأنا بيتكلم عن الطهارة الأدبية الكاملة لأنه قدوس الله هذه طريقة الله أنه الميلاد العذراوي حتى لا يتورس الطبيعة الخطاءة القدوس المولود منك يدعى ابن الله اشتركوا في القناة